إيش فامة جديد في العالم من الغربي؟ هلو بش نرجو ولا بش نبدأ من المغرب ومن مراكش بتحديد وين خلينا ضيفنا من بوزيين ونحكيه على مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومجموعة المكتب الشريف للفصفات المغربية اللي أطلقوا منصة للتمويل الزراعي بقيمة 800 مليون دولار وذي في مساهمة لتمويل الشركات المنتجة والموزع للمحاصيل والأغذية في إفريقيا هذي بيان خرج اليوم الاربعة على مجموعة المكتب الشريف للفصفات المغربية ومؤسسة التمويل الدولية ونجم نقوله معنتها هالقرار هذي تم على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش خطة هذي الهدف منه هو تعزيز الغذاء والأمن الغذائي في إفريقيا خاصة تقليص الاعتماد على الوريدات هذي من بين النقاط المهمة اللي بيش يشتغل عليها الصندوق هذي وإلا المنصة هذية لتمويل كما قلنا الزراعي 800 مليون دينار تطنسشون أنه بالنسبة للقارة الافريقية وخاصة القرن الافريقي نجم نقوله أنه واجه من أصعب السنوات من الجفاف في الفترات الأخيرة واللي هذي مع الكوفيد ومع الحرب الأوكلانية زاد عمق الأزمة ومشاكل الأمن الغذائي في القارة تطنسشون أنه هذي عنده بعد على التضخم وعلى المقدرة الشرائية وكله مربوط ببعضه كما قلنا بش يكون هناك قروض تمويل بش يكون هناك شركات تدريب وتقديم بيانسور مهارات لكل الفعالين في القطاع هذي القطاع الفلاحي للأغذية بيانا في إفريقيا دونك بون إنيسياتيف نعمال ما فانتظار التفعيل بيانا في داما هم عش عندهم تفعيل هم زادة زادة عندهم لا 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 سيبون يخدمون وأمورهم ورحة جس نستنعو احنا الغزولتات خيق نقوله متاع الاشكاليات هذية مغلا بلتو الصندوق هذية والمنصة هذية سينو خلينا من من المغرب بش نمشيو الإيرلندا ريم نمشيو الإيرلندا اللي صندوق نوع إخر صندوق سيادي قيمته مئة مليار أورو عليش أعلنت عليها الحكومة هذية أعلنت عليها دايغ في إطار قانون المالية متاحة ولموازنتها المالية لسنة الفين وعشرين قررت أنها يكون عندها صندوق هذية لمساعدة تمويل التكاليف الصحية ونقوله احنا الغتخات متاع الفئات العمورية الغير فتية بالنسبة لهم نعرف عندهم تهرم سكاني كبير قاعدين يعيشوا فيه السكان متاحة بدلت وبالتالي اليوم وزير المالية في الحكومة الإيرلندية كان صرح البارح في البرلمان أنه هذا صندوق مستقبل إيرلندا هكذا سميه وأنه يلزم تم تأسيسه من إيرادات الضريبة على الشركات ضريبة على شركاته اللي بيش تأمن استدامة المالية العامة وهي اللي بيش تتمول الصندوق السيدي هذية تتنسشون أنه بالنسبة لهم كما قلنا يلزم يلقاوا فرص ويلقاوا الاليات الكفيلة بتمويل كل ما هو صحي للفئات العمورية هذية عندك سنة 2020 2021 بعد جائحة الكوفيد عجز كبير كانت عاشرته وتوقعته داياغ إيرلندا في بلادها حاجة عادية داياغ عاشها العالم الكل ولكن الهنية بالنسبة لي سنة 2023 الحكومة الإيرلندية تتوقع أنه بشي سير فائض في الموازنة امتاحها والقدر امتاحها هو ثمانية فاصل ثمانية مليار أورو خلينا نقول حاجة منالة بالأساس بشي تم الاعتماد على المداخل الجبائية اللي داخلها جزء ما من المؤسسات الأمريكية لتكنولوجيا والمؤسسات الفاموسيسي إيرلندا هي نجمه نقوله في القراءة الأوروبية وبالتالي اليوم الإشكال بالنسبة ليهم هو أنه يلزم نظام ضريبي يكون يتماشى مع هالشركات هذية تتنصى شو عنده معدل الضريبة عندهم هو أثناش وصل خمسة بالمية لونك فم قوة عاملة يقولك كبيرة هنا في إيرلندا ناطقة باللغة الإنجليزية وبطبيعة الحال المقر الأوروبية متاع شركات كبيرة في التكنولوجيا موجودة لملتي ناشيونال اليوم موجودين غادي وبالتالي نجم الإيرادات تكون أكبر من اللي موجود دونك هذية كما قلنا الصندوق الاعتمالي اللي من المنتظر أنه يكون منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2024 وينجم إفكتيفما يكون نفتاح كما قالوا لمستقبل إيرلندا على سعيد الصحي جمعة والصحة مرتبط به بشكل كبير إذا بالنسبة لإيرلندا من إيرلندا خلينا بش نمشيه إلى فرنسا بلاي فم ملاحظة صغيرة على إيرلندا لأنه فم ملاحظة قريتها على الصندوق السيادي هذي 100 مليار من الأورويت قول لك اللي فلوسهم تلماء يعني اكسيدان مع أنت بيجيتاغ اللي ما بعشها مليار من الأورويت كما كنت تحكي اللي ما عادش عارفين شو مش يعملوا فلوسهم بالضبط ما عادشو مش يعملوا بهم الفلوس يلا نعملوا بهم حاجة تنفع العائل تنفع الشبيبة الأجيال القادمة المفتقبلية ولا دونك خليني بيج نختم غابدما مع فرنسا فرنسا اللي كانت وقعت مع قطر اليوم اتفاقيات زوز اتفاقيات عفاة لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 سنة بداية من سنة 2026 ذي خطوة الحقيقة كبيرة برشة بالنسبة وتحسب لي فرنسا في إطار أنه الفرنسا تنوع الإمدادات تمتاحها متبات الحال حسب ما أحكيت في بيانها الاتفاقيات هذية كما قلنا بش يتم من خلالها توريد 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال ومن غير ما ننسى أنه الاتفاقيات هذية مع الزوز شركة في قطر النجم وقولوا أنهم بش يخليوا فرنسا تلتزم أكثر بضمان الإمتادات من الغاز ونعرفوا احنا قدرش معناتها حاجة مهمة خاصة بعد الحرب وشوفنا قدرش الإنعكاسات كانت على الأسعار وعلى الإمدادات وغيره والتقشف اللي صار في الفترات الأخيرة في سنة 2023 إيبيان مازالت بش يكون هناك نوم المو بعض الاتفاقيات الأخرى زادة مع بعض بلدان الأوروبية الأخرى شكرا لك منيل هذي كان حديثنا في العالم بنسبة لليوم نرجع لكم بعض الأخبار مباشرة نعين على المؤسسة مع زينب الباصل ومتنسى الحديثنا اليوم حول رواندا في زوم